اشتركوا في القناة مشهدين بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بتخصيص مقاعد مدرجات سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وجائزة روليكس الصخير الكبرى للفورميلا ون للعاملين في صفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى وسنواصل تقديم الشكر لأبطالنا في الصفوف الأمامية وهو أقل ما يمكن تقديمه عرفانا لجهودهم شكرا في التاريخ لن ينساكم أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله بتخصيص مقاعد للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية والجهات المساندة الأخرى وعوائلهم جاءت تأكيدا على تقدير سموه لجهودهم الوطنية المبذولة في التصدي لفيروس كورونا نؤكد أن المملكة جاهزة لاتضافة سباقي جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج وجائزة روليكس الصخير الكبرى لفورمولا ون وستحقق التمييز بإذن الله في تنظيمه بجهود أبنائها المخلصين وحول آخر مستجدات البروتوكول العلاجي نوه بأن البحرين طلبت أكثر من مليون لقاح منذ شهر أغسطس الماضي من عدد من الشركات ونود التأكيد أنه فورا اعتماد اللقاحات من قبل الهيئة الوطنية المهن والخدمات الصحية والمنظمات الصحية الدولية ستكون البحرين من أوائل الدول التي ستوفر اللقاح تم وضع الخطط من قبل الجهات المعنية ليعطائها اللقاح للمواطنين والمقيمين بكل سهولة ويسر ووفق أفضل الممارسات الصحية العالمية في هذا المجال ونود التأكيد على أننا سائرون بخطوات ثابتة في تنفيذ خططنا للتعامل مع الفيروس بحيث يأخذ كل مسار من مسارات هذا التعامل حقه في التنفيذ المتقن للوصول الأهداف المنشودة واليوم بكل فخر يسرني أن أعلن لكم عن إنجاز إضافي تحققه المملكة بسواعد أبناؤها المخلصين بوصولنا إلى مليوني مسحة أنفية لفحص البي سي آر اللي هو الفيروس الكورونا كوفيد ناينتين منذ بدء إجراء الفحصات بالمملكة هذا الإنجاز هو مبعث للفخر والاعتزاز وتأكيد على أن المملكة تسير بخطوات متقدمة نحو التصدي لفيروس الكورونا ترجمة نانسي قنقر